تواجه قوات اليونيفل الأممية في لبنان تهديدات إسرائيلية عسكرية ودبلوماسية قد تهدد مهمتها لكن ما هي مهمة هذه القوات ومتى تأسست وعلى ماذا يتركز دورها في لبنان تأسست بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على حدود جنوب لبنان أواخر السبعينات ضمن جهود وقف المواجهات التي اندلعت بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في تلك المنطقة وامتدت لاجتياح إسرائيلي لجنوب لبنان عام 78 وتسعمائة وألف حينها صدر قرار مجلس الأمن رقم 425 والذي نص على إرسال قوات حفظ سلام دولية استجابة لطلب الحكومة اللبنانية وهي ما باتت تعرف فيما بعد بقوات اليونيفل تلخصت مهمة قوات اليونيفل بالتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وإعادة السلام والأمن الدوليين إضافة للتعاون مع الحكومة اللبنانية لتأمين الحدود وفرض سيطرتها عليها ومنذ ذلك الحين يصوت مجلس الأمن سنويا على تجديد ولاية تلك البعثة والتي بلغ تعدادها بحسب الموقع الرسمي أكثر من عشرة ألاف جندي من خمسين دولة مساهمة لكن هذه القوات عرضت لتعديل مهمتها مرتين منذ تأسيسها الأولى في عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل بيروت والثانية في عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وبعد هذا الانسحاب رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق والذي يفصل لبنان عن إسرائيل وانتشرت على حدود هذا الخط قوات اليونفل ووضعت وصايتها عليه لتضمن عدم انتهاكه وفي أكتوبر 2006 انتشرت قوة اليونفل البحرية على امتداد الساحل اللبناني لدعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية ومنع تهريب الأسلحة عن طريق البحر ونتيجة للتعديلات باتت تتركز مهام هذه القوات على ضمان احترام الخط الأزرق وحماية السكان والحيلولة دون أي تصعيد محتمل كما تقوم أيضا بإجراء تدريبات مشتركة مع الجيش اللبناني ليس فقط عسكريا بل وعلى الإخلاء الطبي والاستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها